برحب بكابتن حازم خالد ده من نجوم جيل السبعينات جيل التلامزة الحقيقة كابتن حازم خالد يعتبر لعب في كل مراكز خط الدفاع في النادي الاهلي قلب ادفاع وهو بدأ قلب ادفاع وزهير ايمن وزهير ايسر كابتن حازم كان من ضمن فريق النادي الاهلي اللي تحت 18 سنة بقيادة الكابتن فتح نصير في مبارشة هيرة كان في نهائي الدوري الجمهورية كسبوا فريق الزمالك سبع واحد وكان طبعا الجيل ده كان بيضم الكابتن محمود الخطيب والكابتن نبيلي البحطيتي وسامير حسن الصغير ومحمود عبد الفتاح والكابتن محمد حلمي ومن الماضش ده ظهر الكابتن حازم خالد وكان بيلعب قلب ادفاع بعد كده بدأ يلعب في الفريق الاول تقريبا سنة موسم 72-73 الموسم اللي تلغى بعد قيام حرب اكتوبر لنجيدة وطبعا بدأ مع الجيل العظيم اللي خد اول دوري الاهلي بعد غياب 13 سنة موسم 74-75 وكان من الفريق الاساسي كابتن حازم كمان في السن الصغير ده لعب دولي في سنة 75 لعب مع الفريق القومي في دورة القنيطرة في سوريا فالكابتن حازم خالد يعتبر من اللعبة اللي عمل التاريخ في النادي الاهلي في السبعينيات من الحاجات برضو اللي لازم تذكر لكابتن حازم انه كان في فريق الامل اللي هو كان نوات فريق التلامزة مع كابتن محمود الجهري قيل دوت جيل التلامزة يمكن ان هو كان اول جيل لعب في افريقيا سنة 1976 وكاتل بداية مع فريق مولدية العاصمة في الجزائر وكان الجيل اغلبه طلبة يعني وكان المطشط شهر مايو فالفريق تقريبا راح 15 لعب وبالتالي مقدرناش نكمل في البطولة لان 15 في حوالي 8 لعبة كانوا في امتحانات منهم حازم خالد والخطيب وافتكر كان في الفريق دوت كابتن محمود عبد الحي والكابتن عادل الجمال كل دول كانوا بيمتحنوا وبالتالي ما سفروش فده هو سمي جيل التلامزة لانهم كلهم فعلا كانوا تلامزة كرة وتلامزة في الجامعات ولكن يبقى ان الكابتن حازم خالد كونه يلعب وسط الكبار كابتن حسن حمدي كابتن مصطفى يونس الكابتن هاني مصطفى كابتن فتح مبروك الكابتن مهر همام كابتن احمر عبد الباقي انه يبقى اساسي وانرصي النصدي كلها دي دلالة على ان الكابتن حازم خالد كان من اللاعبة الكبار وكان بيتميز بالقوة بالشراسة بالجدية كان جد جدا في الملعب رغم من دمه خفيف قوي برا الملعب دم خفيف جدا جدا ولكن كان لعب في الملعب شرس راجل